بشايف ازاي تفاعل المصريين تفاعل الشعب مع هذا الحوار الوطني سواء من البداية تقديم مقترحات حضور جلسات وإحساسهم ايه دلوقتي لما لقوا ان فيه استجابة سريعة مسيطة رئيس خلينا نقول برضو ان دي حاجة جديدة شوية علينا احنا ما تعودناش يكون فيه حوار وطني احنا دايما بقى حوار رأي واحد ما كانش فيه فكرة ان يكون فيه حوار وطني الرئيس ده حوار وطني والناس كلها تتكلم فيه كل التواقف الشعب والتواقف السياسية باختلافات وجهة نظره من اليمين لليسار من الوسط جميع الحزاب شاركت في حوار وطني فما كانش ده جديدة علينا شوية فأعتقد الناس في الأول ما كانتش كانت خايفة كانت زي ما حاك ذكرت كده كانت يقول لا صعب يكون فيه حوار وطني بمنتهى الشفافية يناقش كل الموضية لكن ده اللي حصل ان احنا ناقشنا كل الموضية كل القطاعات اللي بتهم المواطن المصري دلوقتي فيه ترحيب بقى كبير قوي رئيس انبارح يعني عمل خبر صار كده للناس لما عمل تويتا وقال ان انا تلقيت المخرجات دي الناس لأ يعني حاست ان فيه اهتمام فعلا مكادة السياسية في حاست ان رئيس قريب منهم قريب من الشجع كمان الناس اكتر ده ده انا فعلا بقى ده اهتم اكتر ده انا هشارك اكتر والموضيك العام قال لي انبارح لسه الحوار اوفي نكمل لسه مخلصي لسه فيه جلسات تانية وورش تانية هتكمل طيب يمكن احنا نتكلم انه الدولة يعني منذ بدء الاعلان عن الحوار الوطني خلينا نقول ان هي عملت دور كبير جدا لكن يبقى دور المواطن في انه يتفاعل ونقول رأيه وانه يحاول حتى يشارك بحلول او لو مش بحلول حتى يشارك بالقضايا اللي يمكن بتثير اهتمامه شايف تفاعل المواطنين لسه محتاج يزيد شوية وطبعا لو هنتكلم ده بيصل للنواب اللي تبقى موجودين بيبقوا مشاركين في هذه الجلسات كان مجلس الشيوخ او حتى مجلس الشعب افاقد ان كل عضو مجلس النواب والشيوخ في الدائرة بتاعته بيحس المواطنين في الدائرة عندهم هم ايشاركوا بيجمع اراء بيجمع منهم افقار لو هم مهتمين يشاركوا كان بيعلن ان احنا بنشارك في حوار وطني اللي عنده فكرة معينة اللي عنده رأي معين كان بيجمعوا الاراضي بيطرحها في الحوار الوطني فكان فيه تشجيع من النواب زيارة زكارتي من كل الناس الناس المهتمة بالسياسة الناس اللي كانت عايزة تهتم بالسياسة اللي احنا بدأنا فترة ما كانش فيه فترة شابعة شوية بدأنا نرجع الشعب تاني يمكن تنسكية شاب الحزاب والسياسيين بقى هي رجعت فكرة اهتمام الشباب وتشجيع الشباب على مشاركة في الحياة السياسية ده كله بيشجع المواطن الشباب كله بيشارك المواطن المصري حابب كمان ان هو يسمع الفترة الجاية اللي بيحصل عايزة تشجع اكتر والناس هتشارك الفترة الجاية اكيد عزيم